الحادي والثلاثين من مايو في كل عام يوم يتجمع فيه العالم لمحاربة المسبب الأعلى في الوفيات والذي يعد الأشد فتكا من الحروب يحصد ما يقارب ستة ملايين نسمة حول العالم أي ما يعادل ستين بالمئة من الوفيات علاوة على تسببه في وفاة ما يقارب نصف مليون من غير المدخنين والله أنصح كل المدخن أن يكون عنده إرادة ويبدأ من اليوم ومقبل أن شهر رمضان مبارك أنه من اليوم أنه يمتلع التدخين لأنها مصرف وصحة وبهدالة في الصحة وبهدالة في كل شيء فأتمنى ذلك شهر رمضان شهر فرصة للمدخنين كمساعدة في الإقلال من التدخين وكذلك إلى تركه لازم يكون في الصراح فرصة عظيمة لأنه يبطل نهائيا للتدخين صور عديدة ومسميات مختلفة تتفق في أنه سم يقتل إنسان ببطء سممه تملأ جسد الإنسان بالأمراض التي تقتله كالسرطان والسكر وارتفاع ضغط الدم والقلب والشرائين والله الحكومة ما قصرت لما انحطت شرطة البيئة في المجمعات وانشرتهم على الشواطئ وحطتهم بكل الأماكن حتى في مجمع الوزارات صار الحين عندنا ممنوع أن الواحد يدخن نفس قبل قبل حتى بالمستشفيات الناس يدخن صار فيه وعي الحين اللي اخترع التدخين بنفسه اليوم ما قام يدخن هناك بأمريكا وبالدول الأوروبا اليوم صار عندنا دول العالم الخامس اللي صار عندنا هنا التدخين هو الشيء الواحد يكشخ فيه وتعد الكويت من أكثر دول الخليج تسجيلا للنسبة المدخنين إذ حصلت في السنوات الماضية ومن خلال استبيانات منظمة الصحة العالمية على المرتبة الأولى في ارتفاع تلك المعدلات بين الشباب إذ بلغت نسبة المدخن من فئة الذكور 20% و15% من الإناث